سباق رهيب بين وسائل التواصل الحديثة ويبقى الهاتف الجوال الميدان الرئيسي لتلك السباقات والقفزات والتطورات فهو رفيق الوحدة وأداة الإنقاذ والنجدة وهو رسول ينقل الأفكار ويوصل المشاعر ويطفئ ضمأ الأم لسماع صوت ولدها المغترب يصل الإنسان به رحمة ويقضي من خلاله حاجته ومهما استحدثت من مخترعات أو استجد من مبتكرات فإن لشريعة الإسلامية بشمولها وصلاحيتها لكل زمان ومكان أحكاما وآدابا وضوابط تكفل للمسلم استخدام تلك المخترعات بما يحقق الانتفاع بها دون إيذاء للنفس أو الآخرين فمن أهم تلك الآداب فيما يتعلق بالجوال مراعاة أحوال الناس واختيار الأوقات المناسبة وتجنب أوقات الصلاة والنوم الاقتصاد في المكالمات وترك التحدث بلا حاجة والخوض فيما لا يعني لا يجوز تسجيل المكالمات أو وضع الجوال على مكبر الصوت بحضرة الآخرين دون علم المتحدث لا يجوز التجسس على هواتف الآخرين أو فحصها والاطلاع على رسائلهم دون رضاهم فإن ذلك من الخيانة التثبت من مضمون الرسائل وصحتها قبل نشرها والترويج لها التثبت من الاتصال الخاطئ فكم من اتصال أو رسالة أثارت شكوكا وحطمت بيوتها الحذر من استعمال التصوير في تتبع عورات المسلمين وإيذائهم الحذر من أن يكون جوالك مصدرا أو معبرا لمعاكسات هابطة أو كلمات بذيئة ونكات سخيفة أو صور فاضحة أو نغمات لأغان محرمة لما في ذلك من معصية الله وأذى عباده ينبغي إغلاق الجوال عند دخول المسجد لألا يشوش على المصلين ويقطع عليهم خشوعهم توقير كلام الله تعالى يقتضي ألا يجعل مجرد وسيلة تنبيه للمكالمات تجنب استعمال الجوال في مجالس العلم والمحاضرات لأنه يقطع الفائدة على المتعلمين ويؤذي المعلم أو المحاضر